بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ابناء وابنات التلميذ الصف الرابع اللي ابتدائي في درس جديد من دروس مادية الدراسات الاجتماعية هنحل إن شاء الله الاختبار الرابع من اختبارات سلاح التلميذ العامة على الفصل الدراسي الثاني بتمنى عمل سبسكرايب أو اشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد نبدأ مع بعض الحل رقم واحد أتمل العبارات الآتية مستخدم من بنك الكلمات خوفوا الريف الخديو توفيق الخديو اسماعي سؤال رقم واحد يزيد عدد أفراد الأسرة في نقاط طبعا بيزيد في الريف سؤال رقم اثنين أحد أشهر المراكب في مصر القديمة مركب الملك خوفوا رقم اثنين آآ ثلاثة دخلت السيارة التي تعمل بطاقة البخار إلى مصر في عهد الخديو توفيق ننتقل السيارة رقم اثنين اكتب كلمة تصواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة رقم واحد يجد إعطاء معلوماتك الشخصية لكل من يطلبها منك على وسائل التواصل الاجتماعي يعني أنا مفروض أدى أي حد المعلومات الشخصية بتاعتي لأي حد يطلبها مني على وسائل التواصل الاجتماعي هذه العبارة إيه؟ خطأ مش أي حد أدي له معلوماتي الشخصية رقم اثنين يقومش الجهاز المركزي للمحاسبات بعمل التعداد السكاني لمصر هذه العبارة خطأ سأل رقم تلاتة توضح علامات المرور الأرضية مصار تحرك السيارات صحيحة السأل رقم أربعة أرسلت الملكة حد شبسود بعثة تجارية إلى بلاد الصين طبعا بلاد الصين دي خطأ يبقى إذن العبارة كلها إيه؟ خطأ طبعا دي أرسلتها إلى بلاد بونت اللي هي الصومال حاليا السأل رقم تلاتة اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسائي رقم واحد أول جماعة في التاريخ هي جامعة بوتو أون طيبة نخب طبعا أول جماعة في التاريخ هي جامعة أون سأل رقم اثنين يتولى رئيس الجمهورية منصبه عن طريق الانتخابات التحكيم التعيين التوريس طبعا عن طريق الانتخابات السأل رقم تلاتة أحد مواقع التراصي العلامي الموجودة في مصر منتزه بانف الوطني شلالات فيكتوريا دير سانت كاترين نصب ستون هنج طبعا أقوله إيه؟ دير سانت كاترين ننتقل إلى السأل رقم أربعة أمام خريطة سماء لمصر لاحظها ثم أجب واحد سواب أم خطأ يعني هتحط صحة أو غلط يشير رقم واحد لمنطقة تستهدف الدولة لتحويلها لمتحف مفتوح رقم واحد ليها دي دي اسمها ايه؟ دي فعلا صح أو خطأ؟ هل بتستهدف الدولة لتحويلها لمتحف مفتوح؟ أقوله العبارة ايه طبعا؟ العبارة خاطئة سأل رقم اتنين اختر يشير رقم اتنين لمحمية رقم اتنين دي محمية ايه؟ دي اسمها محمية مين؟ وادي الريان رقم ثلاثة يشير يشتهر سكان المحافظة رقم ثلاثة بالعصف على آلة دي آلة ايه؟ الربيبة لان دي تعتبر من ضمن محافظات الصعيد السؤال رقم خمسة أجب عم يالي واحد اكتب حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل الجوي نقل السلع سريعة التلف والسؤال رقم اتنين فسر اهمية السياحة للاقتصاد العالمي السياحة بتوفر فرص عمل للشباب ده اول حاجة حاجة التانية بتسهم بحوالي اتناشر فنمية من اجمال الدخل القومي الاخيرة تعد مصدر اول للعملات الاجنبية بكده يا حبابي ننتهي من حل اختبار الرابع صفحة 249 من كتاب سلاح التلميز بتمنى عمل سبسكرايب واشتراك على القناة مع تفعيل زر الجرس لتعاصلكم كل جديد والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته